بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج إلى كل زوجة عندما يبدأ زوجك بمقارنتك بالأخريات عندما تشعرين أن وجودك في حياة زوجك وعدمه واحد عندما تتحولين إلى شخص لا يشبهك أبدا تغيرين كل أخلاقك وتغيرين كل تصرفاتك وكل ما تحبين لأجله ولترضيه عندما تضطرين لشرح نيتك دائما وراء كل كلمة كي يفهمك عندما تشعرين بالذنب على أخطاء غير مسؤولة عنها أنت أبدا عندما يصبح رأيك نكد برأيه وشعورك دراما برأيه وأنك تفتعلين المشكلات دائما وأبدا عندما تتوقفين عن مشاركته همومك وأحزانك لأنه بكل بساطة لن يستوعب ما تمرين به عندما تتحدثين في الشرق ويفسر كلامك في الغرب عندما تصبح كلمة صباح الخير واجب لا أكثر ولا أقل لا تحمل حبا ولا مودة ولا ألفة عندما تشعرين بأنك أقل من غيرك جمالا وخلقا وسعادة بسبب إهماله عندما يفعل ما يزعجك دون مبالاة بألمك عندما تشعرين بأنك تستحقين ما هو أفضل بكثير عندما تصبح أقصى أمنياتك كلمة حلوة منه بلا مناسبة ماذا تفعلين؟ اهتمي بصحتك اهتمي بحياتك يكفي ما ضحيت به يكفي بأنك قد آثرته على نفسك كثيرا اهتمي بعافيتك بجمالك اهتمي بطموحاتك بعبادتك بصلاتك لا تجعل يومك كله له فإنه لا يستحق أبدا بل اجعليه من الآن وصاعدا جزءا من يومك هكذا تستطيعين أن تعوضي قليلا مما فاتك لأن هكذا زوج بكل بساطة بمرض بسيط يصيبك بكبر سن يمر بك ماذا سيفعل؟ إما أن يطلقك وإما أن يتزوج من امرأة أخرى وإما أن تبقي معه تعيشين ولكن لا يسأل عنك أبدا هكذا زوج لا يستحق أكثر من هذا اجعليه جزء جزء من يومك ولا تجعليه كل يومك برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام